تركيز تام وعين على الكأس إنها كأس الكونفيدراليا الإفريقية لكرة القدم 2021 وفريق نادي رجاء الرياضي البيضاوي يحصل على لقب البطولة الإفريقية بعد فوزه على فريق شبيبة القبائل الجزائرية أعتقد أن الفوز هو فوز مستحق لفريق الرجاء وهو تكريس لتفوق الأندية المغربية في الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة على مستوى الكؤوس الإفريقية وخاصة على مستوى كأس الكونفيدراليا الإفريقية لكرة القدم يعتقد أن الرجاء حامل كرة القدم الوطنية في مصف العالمية وفي مصف الفرق التي تألقت على المستوى القاري في بداية المباراة أحرز فيها اللاعب سفيان رحيم هدف التقدم لصالح رجاء البيضاوي ليضيف المهاجم الكونغو لمالانغو ثاني أهداف فريق الرجاء البيضاوي وفي الشوط الثاني يقلص محمد بلحي الفارق بتسجيل أول أهداف شبيبة القبائل في الدقيقة السادسة والأربعين وتستقر النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد بعد أعلان سفارة الحكم عن نهاية المباراة هذا التتويج رياضة الوطنية الكرة القدم الوطنية لأنه بطبيعة الحال هذا شرف الكرة القدم المغربية أنه في كل موسم يكون على الأقل تتويج قاري كأس الكونفيدرالي إفريقيا ربما كانت من بين المسابقات التي كنت بتسميلينا بزاف فريق الرجاء فريق من هذا سبركان وفرق أخرى بطبيعة الحال وكانت من نهاية التتويج تستمر مع جميع الفرق الوطنية يعد هذا اللقب هو الثاني للرجاء البضاوي المغربي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعدما توج بلقبه الأول في البطولة عام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولية بعد فوز فريق الرجاء البضاوي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لعام 2021 تنتظر مباراة هامة مع الفائز بكأس عصبة الأبطال على لقب السوبر الإفريقية إكرام الأزرق قناة الغد الرباط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر